موسيقى طيب رجعنا حضراتكو مرة كمان ونورتنا دكتور يهام الحياوي في فقرة طبية المنتظرة وفكرة تانا الربط ما بين أمور مختلفة والأكل والسمنة وغيره صباح الفل نورانك العادة نسي نورا بيك طيب نبدأ النهاردة لأن ملف التغذية وملف السمنة ده من الملفات المهمة جدا واللي بيختلف منظور كل شخص ليها في ناس يقولك بالنسبة لي السمنة ده حاجة تجميلية وفي ناس تانية بتنظر ليها أنه حاجة صحية في ناس نفسها تخص بس عندها كسل فضيع نبدأ من الفكرة هنا والنوع التالت ده اللي هو نفسه يخص وفاهم إن الموضوع مهم جدا لكن ما عندوش الإرادة الكافية أنه يوصل للنتيجة مقتنع بالفكرة بس الخطوة صعبة التنفيذ أنا مش عايزة أنا مش قادر يعني إحنا عايزين بس مش قادرين دي بتبقى نتيجة مشاكل كتير يا نهواند فأنا مؤخرا للأسف لقينا يعني إن 3-4 الناس بتعمل محاولات فعلا جدة جدا سواء هي بتروح لدكاتر الدايت أو بتحاول تنزل النادي شوية يعني الناس بتحاول تعمل بعض الحاجات بس للأسف يا نهواند قليل قوي اللي بيمشي في منظومة كاملة متكاملة تؤدي للنتيجة أو الريزولت اللي هو منتظرها فبنبذل مجهود ونحس إن إحنا أرهقنا من المحاولات الفاشلة كتير جدا فبنقول خلاص الله الغني عندي محاولات فاشلة إحنا نرجع تاني للأكل اللي هو إيه وسيلة الانبساط فأنا النهاردة بقى جاي أتكلم معايكي على يعني المنظومة الجميلة جدا اللي عملتها الشركة بايو ناتشرلز وهي منظومة إيه بقى؟ إن أنا بقدم لك منتج طبعا آمن 100% مرخص من وزارة الصحة هيساعد إن أنت عندك الرغبة أو الإرادة إن أنا لأ أنا مضايقة من شكلي أنا عندي مشاكل صحية فأنا محتاجة أخيس سواء أنت عندك الرغبة جدا أو ما عندكيش الرغبة هو هيكبرك بأنه بيعمل مادة مالئة من الألياف لأن الحاجة الأولى في المنتجات اللي احنا نتكلم عنها النهاردة بيستا لأنه كورس متكامل مكوم من ثلاث عناصر فبيستا هي أول حاجة هي سعشت أو أكياس بتدوه في كيس مياه نهواند قبل الوجبة من نص ساعة أو ساعة لحسب بتختلف من حلل التانية وده برضو اللي بيقرروا مع المتابعين معانا على الأرقام تظهر على الشاشة أو صفحة الشركة شركة بايو ناترلز عندنا الخطوط فيها بيتابع فيها أخصائيين التغذية العلاجية بيتابع مع كل شخص بيتكلم أكيدوا رايح للدكتور بالضبط ودي ضمن برضو المشاكل يا نهواند اللي بتقابل معظم الناس يومنا مليان يا شغل يا مشاوير والدراسة تدت أنت بتجري مذاكرة فأنتي عايز حل سهل بسيط آمن بيوصلك بسهولة لغاية عندك في البيت وفي نفس الوقت بترفعي سماعة التليفون بتلاقي دكتور مؤهل جيدا إن هو يتابع معاك يسمع منك كل مشاكلك الصحية ويصف لك الرشدة المناسبة ليكي من أي منتج من المنتجات اللي موجودة عندنا في بايو ناترلز طيب هنتكلم بقى عن حاجة حاجة علشان لما هنتكلم مع الفريق على أرقام اللي ظهر على الشاشة اللي بقى عارفين وفاهمين كويس هي إيه الحاجات اللي دكتور ريهان بتتكلم عليها أول حاجة زي ما قلنا بيستا ألياف سلاسية اللي هي الشفان ردة الأمح وكشور السليم طبيعية جدا جدا صفر سعرات حرارية فأنتي بتاخذي حاجة تملة بطنك زي البالون يا نهواند وفي نفس الوقت قدامك الأكل اللي انت معتدة تعمليه في البيت ليكي والجوزك والولادك مش قادرة تاكلي قدامك الأكل هم وجودوا كل حاجة بس الحمد لله يا رب مش قادرة تاكلي غير نص الوجبة اللي كنت بتاكليها إذن أنا مش بحرم نفسي مع بيستا دي نقطة مهمة عشان الناس بس كلمتبع أنا مفيش قصة حرمان بس في قصة أن أنا بعمل أو أن أنا نفسها المقدار الوجبة بيقل بايدفولت أو غصبة عني أنا قنلنا كمياتك قنلنا كمياتك برا إرادتك علشان للأسف إرادتك بقى فيه إيموشنال إيتنج أنا فرحانة أنا زعلانة آفة فأفزك فأنتي كل الحاجات تقريباً برا إيدك اللي بتخليكي ما تقننيش الكميات فإحنا عملنا ده إن إحنا حطناهولك بطريقة بسيطة جداً أنت بتاخدية من غير ما تحسي وتاكلي الأكل العادي جداً متوفر عندك في البيت أو في خروجة لو أنت خرجة بتاكلي من برا بس طبعاً كل صحياً لنفسنا وده اللي عايز أقوله كل ما كانت اختياراتنا أفضل ده أفضل للبيئة الداخلية لجسمنا لكن هتخسي هتخسي خلينا نتفق على الفرق بس ده إذن القصة أنا مش هحرم نفسي تماماً كل الأصناف متاحة ولكن الأفضل إن أنا أكل صحي لو قدرت ده حيفرق جداً 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 طيب الكورس بيبقى ازاي بالزبط يعني هل أنا لازم أخده سعشة واحدة أو كيس واحد ولا ممكن أكتر ممكن أقلي يعني وبرضو المعيار بيبقى على أساس إيه هقولك ما زي ما اتفقنا إن إحنا أي حد لطي بيتفرج على دكتور ريهام هيتواصل على الأرقام اللي ظهر على الشاشة بشركة بايو ناترولز هيرد عليهم فريق كبير جداً من أخصيين التغذية هيعرف كل حاجة تخص الشخص اللي بيتكلم ده كل تفاصيل حياته وأسلوب أكله ما ممكن أكون أنا شخص يعني هوا الطبيعي بتاعي أصلاً ما بيكونش غير وجبة واحدة في اليوم بس أنا بدب في الوجبة دي بالليل كمية كبيرة فلو أنا شخص بقعد طول اليوم فعلاً أقدر بقصائم وقافل بقي الفريق أكيد هيقوله باي ديفولت خلاص أنت ممكن تاخد سعشة أو كيس واحد من البيستا قبل الوجبة الرئيسية الوحيدة اللي أنت بتاكلها فبالتالي لما هتيجي تاكل الوجبة دي ليه أصلاً طبيعتك ما بتاكلش غير واحدة كمياتك هتقل للنص في شخص تاني لا يا دكتور أنا طول اليوم لازم بينج إيدنج لازم أحط حاجة في بقي لازم آكل لازم أرامره ما بعضش في المكتب جيروا فيه درج مليان باسكوتات أنا عايز أقولك أنا والفريق لما بيتصلوا على الأرقام دايماً يقولوا لي يا دكتور الشكوى اللي بتجلنا في الخطوط الشركة إن احنا طول اليوم قاعدين شغلنا مكتبي فبناكل طول الوقت نعمل إيه ناخد بيستا إمتا هناخد بيستا قبل الثلاث وجبات الرئيسية يعني أكيد في وسط الرامرامة بتاعت اليوم دي بتاكلوا وجبات كبيرة هناخد كيس قبل كل وجبة كبيرة يعني لو ثلاث وجبات ناخدها قبل الثلاث وجبات وجبتين اتنين لو بناخد سناك تقيلة شوية ممكن برضو ناخدها قبل السناك بحيث ما ناخدش أصلاً السناك فهم أصدي فدي العناصر كلها اللي احنا بنستند لها احنا ناخد كام كيس من بيستا مش بس كده يا نهواند هي الكورس مع قلب مالتي فيت وده مالتي فيتامين وفيه فرق كبير جداً من المالتي فيتامين والفايتامين بس مالتي فيتامين هي كابسول واحدة فقط بناخدها في اليوم بتيجي مع الكورس لمدة شهر تلاتين كابسول دورهم إيه بقى أن أنا بمدي جسمك بكل احتياجات ومن الفايتامين بدل ما تاخدي أرس أوميجا وقرس أنا في ناش بقى عالفة يعني بيبقى عندهم شنطة فيتامين يعني تبقى سخيفة جداً او أنا هاخد هين اصلاً دي ما بيبقاش فيها أنك تلتزمي سهلة بالظبط صعبة جداً جداً يعني انت لو نسيت يوم بتحس ان انت خلاص وقاتي فما بتكمليش طب أنا جبت كل ده في قرس واحد وشركة بايو ناترلز ليه فكرت في كده كمان يا نهواند ان هي للأسف نقص المعادن والفايتامينز دي بتؤدي إلى ضعف عملية الحرق في الجسم فانتي حرقك أصلاً متاع بلزم بتاعك بيتأثروا به اللي جداً جداً فهم عايزين يستغلوا الفوائد الموجودة في بيستا ان أنا ماليت بطنك وماليتها مش بس كده عايزين نقول معلومة مهمة قوي نهواند ان بيستا فيه الكارنتين فيه فيتامين سي وفيه الكرومي متركيزة عالي جداً لو بيساعدوا على حرق الدهون دول أنا بعتبرهم الجنريتور حرفياً بتاع الجسم للخلايا عمتاً فحتى الحرق بتاع الخلايا تدي تيله باور وطاقة ان هو يحرق الدهون المخزونة في جسمك والردي اللي قال كارنتين بيحرق الدهون المخزنة في الجسم نفسها ويحورها كمصدر طاقة فكل الناس اللي متابع معانا على الأرقام هتلاقي الأرقام اللي ظهر على الشاشة مع الفريق هيقولولهم ايه دايماً انا ما باقولش بس الأول مرة حس ان انا عندي طاقة وانرجي بالضبط عكس الدايت العاية دي نقطة مهمة جداً على فكرة لان اي نظام غذائي أو دايت بايدفولت التأثير بتاعه بيكون ان انت بتفقد يعني ببقاش فيه طاقة فيش باور بالضبط الطاقة اللي عندك لانه طبيعي انت قللت الأكل وكمان دا بيجيب مود وحش جداً فلما اخس واخست بشكل صحي وكمان ما بقاش جعانة وما يبانش علي التعب اعتقد دا او ها دي النتيجة اللي احنا عايزانا بالضبط انا دايماً على كل حال بحب اشوف او اسمع كمان بشكل عملي خلينا نروح نتابع الكيس دي هي هتتكلم بنفسها ايه اللي مرت به ونرجع نكمل احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي سعدتك تخص انا اسمي علي جمال محمود سنة 24 سنة كنت 115 ودلوقتي 85 كيلو انا قبل ما استخدم بيستا ما كنتش بقدر اتحرك ما كنتش بقدر الالبس وصحابي كان بيجو مثلا اقولي يلا نلعب كورا ما كنتش بقدر اروح شو كنت بيبقى في صعوبة عندي في الحركة فكنت محروم من حاجات كتير قوي بس بعد ما استخدمت بيستا كل الحاجات دي تحلي انا كنت بيستخدم بيستا قبل الاكل بنص ساعة يومياً كان بيحاسسني بالشبع وكنت بيأكل كل اللي انا عاوزه وما كانش عندي مشكلة في الطعم النهائي لانه طعمه كان طعم التفاح كأنني بشرب عصر بالزبط كنتش محروم من حاجة نهائي انا كنت بيأكل بيستا بس كنت بيأكل بكميات قليلة لانه بحاسسني بالشبع لمدة طويلة وانا الصراحة بنصح اي حد عاوز يخس او عنده سمنة انه يجرب بيستا طيب ده كان او دي كانت كيس عملي خلينا بقى ناخد اسئلة السوشال ميديا الناس قريدي اللي معرفة تحديدات الجاية معانا بدأت تبعت اسئلة يعني فجب معناهم هي اول واحدة اول سؤال معانا هيبا محمود عندها 30 سنة الوزن وحش بقى الوزن 105 الطول 165 بطول ماكيش اي مشاكل صحية ازاي ده رأيها بقى شهية الاكل عالية جدا لا هتقولك ما بقولش خلي بالك لابد اني بقيت الرسالة لا لا هي بتعترف اي شهية الاكل عالية جدا عمري ما عملت رجيم مش بقدر امنع نفسي ومش هقدر امنع نفسي عن الاكل وعايز اعرف الكورس اللي ممكن يقفل معايا الشهية وعمل معايا يعني تنزل معايا في الوزن هيبا صح اسمها هيبا هيبا محمودة بس يا هيبا بقى بس هيبا بس هيبا صريحة اه هي احترامتها جدا انا عايز اقولك فعلا بيبتصلوا بينا على ارقام اللي بتصل دايما على الشاشة وبيقى دايما الكلام بين هوند مش منطقي خالص بجد او مسلا يقولولك هما معتبرين ان هما بتاكل خضار وصلطة ان هيكرة بتاكل صحي فهي بتاكل تحاجات تانية بقى يعني بتاكل براحلة في كل حاجة فهي معتبر ان خضار وصلطة وصلا يخسسوها لوحدها فلا يا جماعة احنا حتى الاكل الصحي عايز اقول معلومة ابنا رد على هيبا الاكل الصحي ان هوند شوفان او واتسو افر اللي احنا بنقوله بيتخن وفيه سعرات حرارية كالته منه كتير هتتخنوا فالاكل الصحي هو مفيد لجسمنا لكن بيتخن زي اي حاجة مش هوا هو فهنرد بقى على هيبا وده هيبا يعني الشخص اللي احنا تقريبا بنوجه له الرسالة يعني الشخص اللي هو مش متابع صحته قوي وشايف مزان عمال يزيد 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 ما بتاخدش خطوة بسهولة بتقول لها ما عملتش دايت تقريبا وعندها رقم كبير جدا حاسة انه عبق شايلة اكنها شايلة طفل وزنه 40 كيلو ده رقم كبير جدا على ضهرها وماشي به بغض النظر سنها قد ايه دا عبق رهيب جدا على ركبها وضهرها فهنلاقي دايما شخص زي هيبا ده عايزة تخص يعني بطريقة معتمدة 100% على الاكل ان هي اصلا ركبها مش شايلها ان انا انا او الفريق لما تتصل بنا على الارقام بقى او هتتابع دلوقتي نقول لها انزل يتماشي في التراك او عاملي رياضة لا دي مش خطوة صح احنا اول حاجة الفريق هينصح بيها لما هتتواصل معنا ان هي تاخد الكورس متكامل اللي بالمناسبة يعني هوند عليه فيتامين دي سري دي احنا عاملينه وده ليه لان فيتامين دي سري اللي ناقص عند 3-4 مصريين بيؤدي إلى يعني عايزة اقولك فشل حرق الجسم بصورة كبيرة جدا جدا ده غير شكوة الاوجاع اللي في العظم وحالة الاعياء والتعب اللي امهات كتير او ستات كتير بتشتكي منها طول الوقت في ممارسة حياتها اليومية فاحنا بنبدأ ببيستا الكورس اللي هيملى بطنك بالالياف المالئة اللي قولناها سيليم كشور القمح والشوفان دول هيملوا بلون في بطنك من الوجبة للتانية تخلي اكلك العادي اللي انت عامله في البيت مكارونا بقى شمال شوف انت عامل ايه انا مش منعاكي ولا حرماكي من حاجة بس هتاكلي ربع او نص الكمية اللي كنت بتاكليها يعني هل انا لو طبق الغداء بتاعي العادي اللي هو البورشن العادية لو كلتوا على مرتين احسن من مكله على مرة طبعا لان انت في الاخر هنأعتبر خلينا نقولها كده واحدة واحدة انا كنت باكل ثلاث أطباق في اليوم كل طبق فيه الف سعر يعني في اليوم ثلاث تلاف سعر حرار اوكي ففيه وجبة تقسمت على اتنين وفيه وجبة تشالت هي مش بس تقسمت يا فيه وجبة او ممكن اكتر يا هاواند عايز اقولك ثلاث تربع الناس اللي بتتواصل مع الفريق على ارقام شركة بايو ناترلز في المتابعات احنا بنعمل طبعا متابعة مجانية اسبوعية وده نقطة مهمة جدا جدا وبتفرق قوي يا هاواند في تواصل الناس معانا واستمراريتهم على المنظومة بتاعت الدايت فلما بيتواصلوا معانا اسبوعيا ويلقوا نفسهم بيخسوا بيقولوا لنا معلومة بقى رائعة جدا انا ما بقيتش قادرة ااخد اصلا التلات اكياس من البيستا لان انا شخصيا ما بقيتش قادرة اكل اكتر من مرة او مرتين في اليوم فبقيت باخد كيس او كيسين في اليوم لان انا معادتي مش قادرة تاكل فما بقيتش بفكر لانا جعانا للوجبة التانية فبالتالي حتى كمية الساشتس قلت نتيجة هما مش عايزين ياكلوا تاني خلاص فالموضوع بيفرق معهم جدا جدا فاحنا بناخد الكيس قبل الوجبة نص ساعة لساعة ياريت لو نشرب مياه نهوان دماء قبل كل وجبة غير البيستا وفي نفس الوقت الحاجة التانية اللي احنا بنعملها بناخد أورس المالتي فيتامين وده ضروري جدا عشان حرقك وشعرك ودوفرق وكل المشاكل والحاجة التالتة اللي احنا بنقدمها هدية مع المتابعة المجانية الهدية فيتامين دي سري حلو جدا حلو جدا طيب نروح لتقى أحمد سنها 25 الطول 160 الوزن 109 أنا مش عارفة فيه ايه رب تمنزل وبتحب الطبخ والاكل جدا وعندها ثبات في الوزن وبقالها فترة مش عارفة تنزل خالص عن 105 كيلو أوكي يعني 109 متوفر تنزل 105 طيب هي تقى من الناس اللي احنا لما هتتواصل على أرقام بايو ناتشل الزهرة دلوتي قدامنا على الشاشة هتمشي غالبا على ثلاث مرات ثلاث أكياس من البيستا علشان نقل جدا كميتها مش بس كده النقطة بقى التانية المهمة جاوي هي هتوقع من الناس اللي ممكن نديها الفريق لما هتتواصل معهم بشركة بايو ناتشل هيدوها نظام غذائي شوية محسوبة السعرات الحرارية علشان تقدر شوية ندي بوش لمعدل الحرق هتلتزم جدا جدا بالمولتي فيتامين وفايتامين دي بس النقطة اللي انا عايز اقولها لها ان هي من الناس اللي لازم تتابع مع الفريق متابع اسبوعية لان طالما معدل حرقك فيه مشكلة هيتلبوا منك غالبا لما تتواصلي مع الارقام اللي ظهر على الشاشة مع تيم بايو ناتشل هيتلبوا منك تحليل معينة عشان نتشك لو عندنا اي مشاكل مؤدية ان الحرق فيه مشكلة ما احنا لازم نصلح الاسباب كلها فلو اكتشفنا ان احنا لأ غالبا انت عندك مشكلة صحية لازم تتصلح عشان نطلع بالنتاج اللي احنا وعدينكوا بيها اللي هي من 8 ل 12 كيلو ودي نقطة مهمة جدا ان اهوان ده معظم الناس بتسأل عليها يا دكتور لما بيتصلوا على ارقام بايو ناتشل احنا هنخس كم كيلو في الشهر وده عايز اقولك هو اصيب بيبقى تارجت انا عندي تارجت من الاول انا عايز احققه وده هدف خلي بالك بقى احنا الفترة دي دلوقتي فترة ايه التارجت السريع احنا طالعين من الصيف صيفنا وانبساطنا اكلنا كل الممنوعات خلاص ويا دكتور الحقينا يعني احنا دخلين على الشتاء حيث الجوع والبرد وهناكو البطاطا وسحلب والحاجات الجميلة دي البطاطا ما بتتخنش طبعا هي زي اي ما لسه بقوله مش هنستقلين مع بعض ده انا كنتفاكرة كل ده لنا ما بتتخنش في فرق ان هي اصح من حاجة تانية ان هي اصح من البطاطس لكن هي فيها سعرات حرارية كالنا واحدة صغيرة متوسطة زريفة تمام احنا خدنا الفايدة ما خدناش الضرار كالتي كمية كبيرة هتتخني زي اي اكل فادي النقطة اللي انا كنت لسه بقولها فاللي عايز اقوله تاني ان هوندا اخيرا برضو ان الحالات اللي هي بتكون عندها مشاكل دي صحية ضروري جدا احنا عشان كنا عملنا المتابعة مجانية دي هدية الشركة بايو ناترز بتقدمها متابعة مجانية وفايتامين دي سري على الكورس اللي هو علشان المنظومة كلها بتاعتشكوة معظم الناس انا جسمي بقى مقاوم لفكرة نزول الوزن وحرق يبقى ضعيف احنا بتدينا نحل ده بكل المنظومة اللي احنا عملناها رائع جدا لأسف الوقت بيجري لأسف يعني بس استفادنا جدا وحلو جدا كمان حالك بتوصلي المعلومة للفئة اللي احنا اتكلمنا عنها في بداية الحلقة اللي هي عندها صعوبة في فكرة الارادة ومش قادرين ينزلوا عن وزن معين بيبقى الجسم عامل بلوك خلاص مش قادر ان هو يحرق اي دون احنا عن حرك البلوك ده نورتين يا دكتور ريهان بجد بشكورت جدا طيب احنا هنروح فاصل سريع جدا وحنرجع نكمل مع حضراتكو فقرتنا مش فقرتنا بقى حلقتنا تفضل